أما الختام سلمة رح نحكي عن موضوع يمكن شفنا بشكل أو بآخر بحياتنا اليومية كثير أشخاص سلمة بيتعرضوا لعمليات نصب أو احتيال أو حتى سرقة لكن للأسف ما بيتوجهوا لحتى يسترجعوا حقوقهم أو حتى يمكن ما بيكلفوا خاطرهم وبيحكوا شو صار معهم لأنه عندهم يمكن سلمة يقين أنه عملية تحصيل الحقوق بتحتاج لفترة كثير طويلة في حال حصلوا حقوقهم رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيف القانون السوري بدمن حقوق الناس اللي اتعرضوا لعمليات نصب أو احتيال مع الأستاذ المحامي مصطفى مليحان صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك صباح الخير لكم كافة المشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش مع حضرتك نتعرف أكثر على جرائم النصب والاحتيال وكيف تم تعريفها حسب القانون السوري ما هو الفعل اللي بتنتوصيفه جرميا بأنه هو فعل نصب أو احتيال على أي شخص أو هيئة أو مؤسسة؟ تماما هلا دائما الاحتيال أو المحتال هو شخص زكي فهو بيستفيد من من فقر التفكير للشخص اللي جنبه فدائما لكل جريمة إلى عناصر فعناصر دائما عناصر الشخص المحتال اللي هي الكذب والمراوغة والمناورات والأقناع فهي عناصره فليك إجا القانون يعرفه أنه هو حمل الشخص على تسليم أموال منقولة أو غير مرنقولة تتضمن مثلا أسناد فتتتسلم لهذا الشخص على سبيل التعهد أو على سبيل تتطمن تعهد أو براءة فليك إنه هو المحتال دائما بيحاول يقنع هذا الشخص أو بيكون مثلا بيعرف هذا الشخص له شغلة معينة فدائما بيعمل مناورات مراوغات مع هذا الشخص حتى ينال الأموال اللي بيمتركه هذا الشخص أو ياخد منه أموال أستاذ خلينا نفرق بين النصب بين الاحتيال بالتفصيل في فرق بين أنتون حتى بين السرقة أستاذ مصطفى شو الفرق بين أنتون؟ نحن ممكن نفرق بين الجرائم الثلاثة اللي هي الأموال اللي هي الاحتيال والسرقة وإساءة الأمان اللي هن أكتر شي هي هي تحصل على الأموال فالعنصر المشترك بالثلاثة هي دائما الفاعل فيها بيحاول يستولي على الأموال لهدول الثلاثة ولكن تختلف الطريقة بين الثلاثة فدائما السرقة هي بتكون بالإكراه دائما بيكون هي أخذ مال غير بالإكراه يعني ممكن السارق يتعرض لهذا الشخص بالسلاح والسكين ويأخذ منه أموال ويستولي عليها بالإكراه ما بين الاحتيال والإساءة الأمانة أنصر المشترك أنه الشخص يعطيه المصارب رضاه ولكن هن تختلف التنتين فهذاك المحتال بيأخذهم بالمراوغة والخداع ما بين إساءة الأمانة هي بيأخذهم لأنه بيكون فيه ظرف معين وقع فيه الشخص أدى إلى وضع هذه الأموال عندهم كأمانة مثل مثلا مثل شخص صارت عنده حريقة بالبيت وهذا الشخص ممكن حاطت شنطة صغيرة بالبيت فيها مثلا أمواله والدهب والغراض السمينة تبعه فهو هذا الشخص يمسكه يعطيه لجاره بينما تخلص الحريقة فبيجي جاره الثاني يوم مثلا ذاكي يطالبه يعبي لأي نصها مثلا رايح أو ما بيعترف له فيها بشكل كامل فهونا يعتبر مسيء للأمانة فهذا الفرق بين الثلاثة أما الاحتيال دائما هو عن طريق المراوغة بيظل بيكذب عليه لا يأخذ منه تخطيط خطة كاملة بتخطيط لأنه هو بيصل على النقطة اللي يريده يا هالشخص يعني هلا بنعطي أمسر مثلا شلون بتصير فيها بس أنه الفرق بين الثلاثة هاي هنة طيب أستاذ هلا أصلا نشوف هذا الموضوع تخطى هاي المسألة الصغيرة وصار يصير منظم بشكل كثير كبير وموسع وكبير كثير نشوف شركات متخصصة بهذا الموضوع بالنصب والاحتيال مثل ما بنسمع أنه فيك تحط مصاري بهذا المكان بنشغلك يا فأنت بتاخد من وراء مردود مالي شهرياً في شركات براقة شخص يدخل فيها بأسهم وفجأة بطيروا برات البلد وتروح المصاري وتروح كل التخطيط مثل ما بيقول تبع الشخص لمستقبله على الأرض وهي مشكلة صارت موجودة كثير ومعروفة يعني عم نشوفها بكثير أوقات والحرب يمكن كانت دافعة أكثر لنشوف هاي الأشكال حالياً خلينا نحكي عن هذا الموضوع هلأ دائماً المحتال بيطور نفسه ودائماً كل عصر فيه محتالين بيتجدد تفكيرهم بتلاقي يعني عندهم زكا ولكن هذا الزكا يا بيكون على الخير أو بيكون على الشر فهو بيتبعه للشر فدائماً هلأ شفنا الاحتيال كان عادي فصار هلأ الكتروني يعني صار هلأ عن طريق مثلاً الفيس بيحط شخص منشور مثلاً مثلاً إذا حداً بيحب مثلاً يشغل أمواله مثلاً بفائدة مثلاً قدرها مثلاً عشرين بالمئة فبيجي مثلاً بيعطي لهذا الشخص مثلاً خمس ملايين فبيجي مثلاً بيشغلون هداك بيقول له والله بيعطيك عليهم مثلاً كل شهر مئتين وخمسين ألف أو ثلاثمية أو خمسمية بيعطي أول شهر تاني شهر تاية شهر بيقول له والله لا ما بيقول له كمان بيقول له أنه والله خسرنا يعني أنت تتحمل معي الخسارة فبيكون هون وقع ضحية احتيال وفيه كمان نفس الشي شركات أحياناً وهمية عبتجي العالم مثلاً نتسجل فيها فبيكون هذا الزمان شغال سنة زمان مثلاً بيقولوا منطلق فيها انطلاقها قوية العالم بتقول يلا منيح معي عشر ملايين بحطهم بيستفدلي كل شهر مثلاً بخمسمائة ألف يعني ممتازة بيجيني كمورد فبيحطهم بعد فترة بيلاقي الشجرة سكرت وغربت كيف تم التعامل مع هالحالات؟ هذا اللي أنا سألته هلأ هي الشركات هاي الوهمية هي شركات مبنية على الاحتيال لأنه هنا بالأساس الشركة ما تنشئ فالأصول يكون إلا رأس مال بالبنك ومحطوط إداع ومحطوط هذول هذول هن عبيجوا شركات يعني مخفية يعني ظاهرياً يعني بس قدام العالم شركة ولكن هي فعلياً ما فيه يتأكد يعني أنا ما فيني روح أسأل مثلاً هل هاي الشركات في إلا شي بالقانون لازم يكون مسجلة على ضمانات لحتى الشخص يروح يتنور مثلاً يسأل يعرف إذا هذا المكان موجود أو لا هلأ لحنا المجتمع عنا بشكل عام يعني ما بيفوت بهذه التفاصيل بهموا إنه خلاص والله فلان جاريع بيحط عند هذا معنات هذا الزلم يشو؟ أمان خلاص أمان بروح بيحط عنده ما بيهموه كذا بيكون هداكي جمع له مليار أو مليارين من وراها القصة بيأخذ ما بيقولوا بيأخذ هالمصاري وبيهروب وصارت ممكن آخر فترة الشركتين ممكن قاموا عليها والمحافظة الدمشق كمان تحاول تحصل وتبيع منهم كذا تحصيل هاي الأموال بس خلاص يعني الشخص إذا راحوا أموال وش بدوا يستفيد يعني حتى لو إلى مقر كذا يمكن المقر ما بيتجاوز عشرة بالمئة من قيمة الأموال المدعة بالشركة أستاذ أنتم نقول نحن القانون لا يحمي المغفلين ممكن أي حالة من هذول الحالات تواجهنا فعلا يلون القانون لا يحمي المغفلين هم بضيع الحق إن كان تعرض لنصب أو احتيال أو حتى لسرقة أموال نتيجة تشغيلها بطريقة خاطئة هلأ مو موسط إنه القانون لا يحمي المغفل هو جارح بس كمان يتم التعامل فيه هلأ هو ما في شي اسمه قانون لا يحمي المغفل يعني بما هذا المعنى المطلق يعني ممكن في حالات بتكون هو الشخص وأوقع نفسه فيه يعني مثلاً الشخص مثلاً عنده بضاعة الشخص الثاني بيقول له أنا بأخذ هذه البضاعة وبوصلها مثلاً لمكان معين فهو مثلاً هداك تعهد بهذا الشيء إنه يوصله هذا زي ما أخذ المصاري وعطاه البضاعة فهذا ما عتعرف وين مثلاً بده يروح تمام يعني إنه بيجي بيلاقي حاله إنه عليه بصلاً بده يرجحهم ما بيجي بيلاقي البضاعة كمان ما عتت ناسبه فبيكون هنا ورّط حاله لأنه هو تعهد للطرف الثاني بأنه هو يوصل هذه البضاعة فهو بيروح بيشتك عليه إنه هذا احتال عليه إنه عساسي يعطين البضاعة كذا ممكن يحصل حقه لا هون ما فيه لأنه هو اللي يتعهد يعني هون فيه التزام بين الطرفين فهو بهذا بيحط حاله فهو القانون ما بيحمله لأنك أنت اللي يتعهد إنك تاخد البضاعة ما هو اللي يتعهد أن يوصل لك ياه أو كذا هو نفذ التزامه فأحيان مثل هيك حالة بيقولك القانون لا يحمل مغفل يعني لهي الدرجة بس موم بمعناها يعني هي طيب كمان نعرف القاعدة القانونية اللي بتقول إنه لا يسقط حق وراء مطالب وهذا أساس طبعا القانون اليوم بالمرور الوقت هل تسقط الحقوق يعني هلا أنا بقول مثلا في جريمة تنصبه احتيال ولكن مر عليها كثير من السنوات هل هذا الشي مع الوقت أو إذا الشخص اللي أنا رافع عليه قضيمات ماعد بقدر حصل حقي مثلا من أهله من أرايبينه من إلى هاي التفاصيل كلها هلا هاي قبل ما نفوت فيها فلحنا لازم بس يعني مثلا بيقوله نحكي كمان بالاحتيال الكتروني اللي هو يعني بالما نختمه فيها فالاحتيال الكتروني هلا هو الظاهر الأكثر يعني عبي يحطه مثلا عن طريق الفيس مثلا بطاعة معينة فعبي يقول للشخص إنه مثلا هاي البطاعة مثلا قيمته كذا عبي تواصل الشخص معه فمسلا عبي روح يأخذ البطاعة مثلا اللي شايفة هو بتكون مثلا قيمتها مئة ألف ما بين مثلا الغراضي عبي يبعت له ياها عبي تكون هي قيمتها يمكن عشرة ألاف ليرة فهون عبي يقع كمان ضحية وعبي يكون مثلا ضحية كمان عن طريق الفيس كمان كتير ضحايا عبي يقع يكون إنه مثلا بعت على الشركات فشلحنا المشكلة إنه لا حد هلا ما في معيار أو مثلا شي قيد هذا الموضوع يعني شخصنا عبي يجي ويستلموا من الشركة عبي يلعيون الأغراض مختلفين عن الشغلات اللي عبي يأخذون تمام فهون مثلا الشركة قوانين ما بتسمح أنك أنت تفتحي تطرد وتشوفي إلي جواته بدك تستمي وتدفعي قيمته فما بتدفعي خلاص إنه رفعت إيده لعنا هذا الموضوع فهون بده الشخص يلجأ للقضاء ويوقف التحويلة وهون بتفوت بمثل ما بيقولوا بيغوص بالقضاء وممكن يتم سنوات ليحصل حقه طبعا هذا يعني بالداري الصار هذه من ناحية الجريمة الكترونية وحتى القانون هو كمان يعني حط صور معينة كمان للإحتيال الصور كمان حطا هنا بخمس صور يعني أعتبر القانون أنه اللي تقع كمان جريمة الإحتيال لازم تكون بأحد الصور الخمسة اللي هي مثلا أولهما دس الدسائس يعني هي القائمة على الكذب يعني لازم الشخص اللي يكون مرتكب هذا الجريم يكون أنه هذا مثلا الشغل اللي عبي يتفق فيها ويعطيك إيها أو بده يساوي لكها قائمة على الكذب قائمة على المناورة مثل اللي بيكون جايب رايح لعند ساحر حاطة ذاك الساحر اللي عدة تبعه المنقل والأشياء اللي بتقنع الشخص وبيبلش يكذب عليه وبيأخذ منه مصاري فهي كانت فقرة أنه يكون أنه فيها دس الدسائس يعني أنه الكذب الثانية أجت أنه بيكذب شغلي بيكذب أكذوبة بيصدقها شخص ثالث مثل شخص مثلا استعجر فيلا مثلا أو مزرعة أو أي غراض فمسلا بيتفع مع أنها طور تبحة أو مثلا موجود شخص مثلا عليها إنه أنا والله يجي معي جماعة أقول إنه هاي إلي فبيجي هذا الشخص بيروح بيكون عرضه للبيع وبيجي مثلا بيروح بيبع له إياها فهذاك بيكون مثلا على حسن نية بيقول إنه إليه وحتى هاي حصلت كمانة يعني بالمحاكم إنه الشخص عرض سيارته عن طريق الفيز ليبيعه مولا يبيع ليأجره بالفعل تواصل شخص معه واستأجر منه السيارة فدفع له يمكن أجار كل شهر مليون ومئتين يعني مبلغ منيح إنه بالنسبة للشخص دخله إنه يكون والله مليون ومئتين فأول شهر عطاه ثاني شهر ثالث شهر الشخص اتصل فيه قالوا والله السيارة نسرق فهذاك مباشرة إنه قدموا معروض صحابين السيارة بعدين تم تواجد السيارة بمنطقة المرجة راح يتقدموا بلاغ إنه السيارة موجودة جابوا السيارة أمطلع هذا الشخص يلي معه السيارة لا شهريا من اللي مستأجرة يعني تخيلي إنه وين وقعت الاحتيال فهون الشخص يلي اشترى السيارة راحوا عليه أمواله يعني بالنهاية ذاكه لو هو مشتري حسنية بس بالنهاية في مالك يعني هاي كمان الجرام الكترونية اللي عبيقعوا فيها كمان طب هو أساساً لوراء بإسمه يعني هو لما أخذ السيارة واستأجرة يعني كيف قدر يبيع من دون قراء وفراغ وروح في مئة تفاصيل قبل ما يوصل لا يبيع على العقد هو يقول له مثلاً أنا ببيعك ياها عقد والفراغ إنه يبقى مثلاً مليون مليونين للفراغ فهو شو بيعمل مثلاً بيشوفها لهي مثل هاي الحالة كانت هي صاحبة السيارة بنت فإجا هذا الشخص يمكن زور هويته أو مطلع إخراج قيد لألها ولما دخل هداك الزمي كانت هي كأنه لابسي كمامي إنه عساس أنه مصاب بالكورونا وما حسنتيك إنه تشلحها وقال له أنه الهوية تبحها ضاعه وهي زوجته عساس لهذا اللي يستاجر السيارة فهي بصم بتوقعت عنه وكملوا أو مثلاً عملية النصب على الشخص فهي اللي بصير هي فيه يعني يعني أحياناً تزوير أو مو تزوير يعني استخراج وصائق لهذا الشخص هي اللي عبي وقعون العالم بهي القصة وأحياناً الشخص بيكون إنه شاف السيارة السمن تبحها رخيص وهو ما بيخطر على باله إنه هذي يكون مستأجرة وهي نصابي اللي زوجته إنه عبتبصم بدان المالكة وإنه يفكر إنه عن جد ما دام معه السيارة ومعه وراء السيارة فهو إله طبعاً بلعي حاله غاص بهذا الموضوع وبتجي للصورة الثالثة إنه بالظروف بمهد إلى الشخص أو بيستفيد منه فهي كمان نفس الشي كمان صارت بالقضاء حالتين أحدهما واحد بالقضاء العسكري تم قبض عليه من قبلهم يعني هذا الشخص انتحل عدة أمور بس شلون كانت إنه هو الظروف اللي ساواها عنده سيارتين جيب واحدة عملها مرافقة والتاني سيارة عادية فهذا الشخص يعني أبدع بالاحتيال فيتعرف مثلاً على الأول يقول له أنه هو رئيس فرع بكذا يتعرف على الثاني أنه هو قاضي بكذا تعرف على الثالث هو والله مستشار بكذا فهذا الشخص أبدع بالاحتيال فهو آخر شيء وقع لما انتحل صفة قاضي عسكري فتقدمت وقت المرأة بالشكوى أنه هذا الشخص أنه أخذ مننا مصاري أنه كانت إلا دعوة بالقضاء العسكري وأنه يطلع لها فقدمت شكوى لإدارة القضاء العسكري للمدير وحولها النيابة وبالفعل عملوا له كمين وكما شو جابوا فهذا كمان يعني حتى هذا وصل معه لدرجة حتى المرأة هي نفسها هي اللي راحت لعنده قالوا له أنه هذا يطلع لك ابنك يعني قالت فاركشت بالأرض يعني أحد أسعفه هو عن مشفى عن طريق شفيره حتى بمشفى فخم وعالجه وكل شيء ووصله بسيارته لمحافظته تخيل يعني وصل لمحافظته ومنه لك أخذ المصاري أخذ منيك المصاري ورجع فالعالم يمكن اللي يصير فيه هيك بخافه يعني أنه هو مهيئ الظروف له فبالك أنه يمكن أنا روح أدم شكوى يطلع هذا وواصل ويصب لي مشاكل فهي كمان أحدى الظروف فهي يعني هاي أحدى كمان مهدة وشخص ثاني كمان نفس الشي انتحل كمان صفة قاضي كمان نفس الشي يعني مهيئ لحال وظروف فهو انتحل تخيله أنه صفة قاضي كمانه ولبس بدلة عسكرية قاضي عسكرية ولبس بدلة نوبرت بيت عميد ويزي مهي أخذ كان كامل صفات حتى آخر فيه كمان ادمت كمان شخص كمان عليه شكوى فهذا الشخص الي قدم كمان شيكوى كمان لمدير الإدارة القضاء رجعوا وحولوا إلى النيابة العسكرية وقبضوا عليه والالتنين هلا حكموا والسبع سنين ونص يعني أكثر من العقوبة يعني الحد الأقصى مضاعفة صور للنصب والاحتيال بشكل كبير دائما لازم يكون لدينا ثقة كبيرة بالقانون السوري إنه قادر على تحصيل الحقوق وبنفس الوقت نحن ناخد الاحتياطات الكاملة ونطلع على كافة الأمور التي تثبت ملكية الأشخاص للعقارات شكرا أستاذ على كل المعلومات التي قدمتنا كل شكرا لكم ولكافة المشاهدين الكرام شكرا